أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشر الخلق المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم اليوم هو السبت الموافق 23.3440 مقابل 1 ديسمبر 2018 رغم الحلقة 394 بعنوان الفرق بين الحياة والمعيشة طبعا هناك أشياء كثيرة تتشابه وصعب التفريق بينها مثل الحياة والمعيشة مثل الإكمال والإتمام مثل أشياء كثيرة فمن هنا وجب التنبيه وتوضيح الفرق بين هذا وذاك الحياة هي أن تحيا في هذه الدنيا لهدف سواء هذا الهدف كان هدف نبيل أو وضيع فبعض الناس يحيى حياة رخصة حياة ذل ومهانة وخنوع وألهامش إنسان يعيش ذليل ألهامش لا قيمة له وهناك من يحيى حياة عز وشرف ونضال وحرب الجهل وحرب كل ما هو قبيح وليس عيش حياة شريفة لأنه لا يرضى لنفسه إلا هكذا وهو قلة من الناس تقريبا والقرآن الكريم قد ذكر لنا أنواع الحياة فهناك وناس يريدون أن يتلزموا بالحياة الرخيصة الذليلة تحت أي مسمى يريد أن يحيى لا يهم مبدأ أو لا يهم شرف أو قيم يقول الله سبحانه وتعالى في صوت البقرة آية ستة وتسعيم ولتجد لهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بوزعزعي عن العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون إذن هنا يقول لك أن يتكلم عن يهود لن يقول لها يقول إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة هذه الأهل قبل من دون الناس فتمنوا الموتى أن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله علم بالظالمين ثم قالوا ومن الذين أشركوا يود حدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزعي عن العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون إذن اليهود أحرص الحياة من المشركين يريد أن يعمر ألف سنة لكن هذا مهم فعلا هذا ما نراه في وقتنا هذا المعمرين في المعمر الحالي للأرض 150 سنة عاش فلان 120 كذا صحتها جيدة من الكلام حسنا طول العمر حاجة زينة بصحة زينة في الانتاج الخير وظه الله هذه شيء زين لكن صار هاوس محاوسين بهذا الشيء ماذا يقول كم عمرك صحتها جيدة صار هذا مفهوم عند الناس لا أسف هذا عمره 500 سنة ماذا يطق 100 سنة ولا ما ما تسمع عند هذا المصطلح عند الشباب أو عند بعض الناس وصرنا تنيشوس يعني صارنا نتشبث بالحياة مع الأسف كلنا ذاك الرجل إلا إلا قليل فهذا الحياة المذمومة أننا نعيش حياة ذليلة الرخيصة حقيرة جبانة هذا الذي لا يحب الإسلام بالمقابل هناك حياة طيبة الذي يحصل عليها هو ذكرها القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرأة صورة النحل آية ستة وتسعين آية سبعة تسعين عسرية من عمل صالحا من ذكرا أو انثى وهو مؤمن فلن نحيينهم حياة طيبة ولن نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذن من عمل صالح يعمل صالح يفيد الناس يتعدى نفعه لغيره إنسان متواضع إنسان طيب إنسان شجاع في وقت المواقف إنسان لا يظلم الناس إنسان لا يشهد الزر ولا يؤذي الناس ولا يؤذي الجار إلى آخره وإذا صدر من الشيء فيرد الحقوق إلى أهلها ويعتذر ويدفع لأثر رجعي طبعا إذن اللي يعمل الصالح كذا ذكر وأمثه وهو مؤمن بالله ومؤمن بالقضية اللي هو يعني من أجلها مؤمن بالقضية العادلة وهو مؤمن فلا نحيي إنهم حياة طيبة ولا نزيي إنهم أجرهم بما أحسن ما كان يعملون حياة طيبة حياة عز وشرف وشموخ وإباء ليس حياة ثل ومهانة ورخص ثم في الآخر يزيب أحسن ما كان يعمل يعني مثلا الأعمال عنده مثلا الصدقة هي أحسن عمالة يأخذها مثلا تصين في المئة يالله يرفع عمالة كلها إلى تصين في المئة بأحسن ما كان يعملون إذن هذه الحياة هذه معنى الحياة سوى حياة رخيصة ذليلة جبان حقيرة ورحات عز وشرف وشموخ وإباء وسؤدد أما المعيش تتكلم عن الأكل والشور بتغيث في الجسد هذا من الشهاوات والأكل والمأكل وإلى آخره القرآن قال هذا الكلام دعونا لي نرى أهل القرآن ماذا قال عزو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رحمة الرحيم صورة الحق واحد عشي فهو في عيشة راضية في جنة على عيش هنا يتمتع يعني ما تمتع انتهى وقت العمل فأمام ثقلة موازينه فهو في عيشة راضية طبعا القارعة سبعة واجعلنا لهم واجعلنا النهار معاشا نبه داعش معاشا كسب للماديات للأكل والشرب وإلى آخره والمركب والمالبس إلى آخره ومن أعرض أن ذكري فإن لهم عشت نظنكا طبعا 124 إذن اللي يعمل يارضان ذكري الله يكون ذليل وخانوع وإنسان هامس فحتى الأكل والشرب ما يستمتع به الله يخلي على ظن يكون نكد وكم أحلكنا من قرية بطرة معيشتها القصة 58 معيشتها عن الأكل والشرب والملبس والمركب إلى آخره والبذخ لما تبطل يهلكها الله نحن نقسمنا بينهم معيشتهم في الحال الدنيا الله قسم الرزق سخرة 32 قسم المعيشة ما قال قسم الأشياء الثانية قسم المعيشة رزق كذا 50 مليار اللي يكون يقل الكثر تأكل وتشرب وتلبس وتركب شيء من هذا ولقد مكننا لكم في الأرض وما جعلنا لكم فيها معايش العراف عشرة معايش يعني تغذيث هذا الجسد وجعلنا لكم فيها معايش ومنستم له برازقين الحجر عشرين ذا القرآن نتكلم عن المعيشة هي تغذيث هذا الجسد من أكل وشرب وملبس ومركب وتمت عن بمال ذات هذه الحياة الذي قد تكون حياة رخيصة إذن يجب علينا كمسلمين وكبشر أن نحيا حياة طيبة حياة عز وشرف حياة ما فيها الظلم حياة إصداء معروف للآخرين حياة معنى ذي الناس وحياة استقامة كذا وإن صدر من الإنسان شي فيعود ويستغفر والإنسان خطى بطبيعته ما يمكن واحد يقول أنا ما أخطي ولا أخطي في المستقبل هذا هراء ويجب علينا أن ناكل لنحيا وليس لنحيا لنأكل بعض الناس يحيا علشان يأكل ويشرب لا مفهومنا نحن مسلمون والشرفون في هذا الكون أن ناكل نتغذى لنحيا لنفيد الآخرين لنعمل الأرض بالحق لنكون مشاعر نور وهداية للآخرين نقف مع المظلومين ضد الظلمة وشيء من هذا لأن هذا القرآن حثنا على هذا الكلام ونقدم أن أروح هنا رخيصة في سبيل الله فيجب علينا تفريق بين المعيشة والحياة لأن هذه قتلت بس على بعض الناس فهذا ما أحببت أن أقوله في هذه العجالة وحتى ألقاكم في حلقة أخرى بإذن الله أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته